السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم طلب التشكيل المعادن الصف الثالث النهاردة إن شاء الله معنا ساعة جديدة وحلقة جديدة بتتكلم على الجهد والانفعال لمادة الانشاءات المعدنية قبل ما أبدأ معاكم لازم النهاردة تكون جهز وراء وألم وتكون جهز الألة الحسبة عشان نبدأ نراجع الجزء الأولاني اللي احنا خدناه في الحلقة السابقة وبعد كده نبدأ نتكلم عن الجزء الثاني اللي هو بيتكلم على الجهد والانفعال الخاص بعملية جهد القص قبل ما نبدأ هفكرت معايا بتعريف الجهد لو فاكر كده قدر تكلمني عن الجهد هقول إن الجهد هو عبارة عن إيه؟ أيوة سمعك برافو الجهد هو عبارة عن القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحة ده كان أول تعريف عرفناه وهنستمر فيه بعض الحلقات لحد ما نخلص كل الجزء الخاص بجهد ضغط وجهد الشد والانفعالات الخاصة بهم طيب نبدأ نشوف كده مع بعض التعريفات دي أول حاجة اتكلمنا فيها اتكلمنا على تعريف الجهد وقلنا إن الجهد بينقسم لعدة أنواع أولا عندي من ناحية الشمال كده جهد الشد واتكلمنا كمان عن جهد الضغط واتكلمنا عن جهد القص وأثره على الشرائح والصفائح المعدنية واتكلمنا كمان على الانحناء الخاص بي أو القوة المؤثرة والتي تؤدي إلى انحناء الشريحة المعدنية أو الكتل المعدنية واتكلمنا على الالتواء كل ده كان في الحلقة السابقة طيب هفكرك دلوقتي بتعريف الإجهات تاني يلا عايز أسمع منك برافو خليك معايا الجهد هو إيه؟ بيقول إن الجهد هو القوة المؤثرة على وحدة المساحات وعرفت إن القوة اسمها واو أو رمزها واو وعرفت إن المساحة هي ها المرة اللي فاتت برضو تكلمنا عن الجهد قلت إن القوة على المساحة تمام؟ هبدأ أقول إن أنا لو عندي قطاع بالشكل الدائري أو الشكل الأسطواني القوة هتأثر على إيه؟ على شكل القطاع أو على شكل الأسطواني أيوة القوة جات هنا أصرت في المنتصف تماما على شكل الأسطواني كل ده خدنا في المرة اللي فاتت بحاول أفكرت بيه سريعا عشان أقدر أتكلم على الدرس الجديد تاني الجهد هو واو على ها طيب تعرفت قولي إيه هي واو؟ واو هي القوة تمام وحا هي المساحة نتنقل للشريحة التانية قلت لك خليك فاكر مجموعة من القوانين الأساسية القوانين بتاعتي هي عبارة عن مجموعة من المساحات ومجموعة من المحيطات لازم أكون حفظها قويس جدا عشان أقدر أتكلم في حساب الإنشاءات يعني بقول أول مساحة عندي هي مساحة الديرة فكرتك بيها تاني هي طه نق تربيع طه اللي هي النسبة التقريبية 22 على 7 ونصف القطر تربيع كمان من القوانين المهمة اللي بفكرت أو بذكرك بيها اتكلمت عنها بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت هي ايه؟ محيط الديرة وقلت إن محيط الديرة بيساوي طه قاف يعني 22 على 7 مضروبة في القطر وخلي بالك من حاجة مهمة جدا أنا قلت لك إن بعض المسائل أو بعض المعطيات بيديني طه بتلاتة واربعتاشر من مية فلازم ألتزم بالنسبة التقريبية اللي هو مدهاني في الملاحظات عشان نموذج الإجابة ما يختلفش عن إجابتي أو أنا مختلفش عن نموذج الإجابة تاني قانون من القوانين اللي هذكرك بيها برضو هي مساحة المربع أيوة سامعك برافو مساحة المربع بتساوي إيه؟ قال لي الضلع في نفسه يا مستر ده أنت كاتب ضد تربيع أو لم تربيع تمام ما هي ضد تربيع أو الضلع في نفسه هي مساحة المربع كذلك لازم أكون عارف محيط المربع محيط المربع بيساوي إيه؟ قال لي الضلع مضروف فاربعة طيب من هنا أقدر أقول إن أنا عندي أي محيط لأي شكل مضلع منتظم عبارة عن إيه؟ عبارة عن الضلع مضروف في عدد الأضلع يبقى محيط أي مضلع منتظم بيساوي ضد في عدد الأضلع اللي موجودة عندي طيب تمام هنبدأ نفكرك تاني أو نبدأ نتذكر مع بعض أنواع الجهد قال لي أني أول نوع من أنواع الجهد جهد الشد كنت بقول عليه جيم شين؟ تاني نوع من أنواع الجهد كنت بتكلم عنه جهد الضغط وقلت إن هو اسمه جيم ضاد زي ما احنا شايفين كده تمام؟ تالت نوع من أنواع الجهد هو جهد القص جيم كاف أثنين النهاردة على التمييز إيه التمييز؟ قال لي التمييز ده مهم جداً وبفقد عليه درجات كتير جداً نتيجة إن أنا بنسى أكتب التمييز أنا عندي تمييزين مهمين أنا عندي إن الجهد بيساوي وواو علحة يعني القوة المؤسرة على المساحة إيه اللي ظهر على الشاشة؟ قال لي وحدة قوة على وحدة مساحة يعني القوة هي الدهاني بالطن هي الدهاني بالسوكل طن بالسوكل كيلو جرام هي الدهاني بأي وحدة من وحدات القوة فبكتب التمييز بتاعها تبقى للتمييز اللي موجود في المعطيات على وحدة المساحة اللي هي هتبقى بالمتر تربيع أو بالصنط تربيع أو بالملي متر تربيع فلازم أخلي بالي من التمييزات دي والتعريفات دي كويس جداً قال لي وحدة القوة بتنقسم عندي لسوكل طن، سوكل كيلو جرام، ضاين، نيوتن، وهكذا من الوحدات اللي موجودة في مطيات المسألة تمام أخش على المساحة، قلت إن المساحة عبارة عن إيه؟ متر تربيع، صنط تربيع، ملي متر تربيع تمام، يبقى دي الوحدات اللي أنا ممكن أستخدمها في المسألة بتاعتي؟ طبعاً هقدر أستخدم كل الوحدات دي ولازم أعرف كمان إزاي أقدر أقوم بعملية التحويل التحويل كان عمل مشكلة لبعض الطلبة يا مستر أنا مش عارف أحول من طن الكيلو جرام أنا مش عارف أحول من صنط الملي أو العكس طيب، إحنا قلنا المرة اللي فاتت خلي بالنا عشان أحول أي وحدة من وحدات التحويل لو عندي حاجة كبيرة وعايز أحولها لحاجة صغيرة أنا بضرب، بكسر يعني أنا أكني عندي كورة كبيرة عندي كورة عايز أكسرها يعني الطن عشان أحوله للكيلو جرام هعمل إيه؟ قال لي اضرب فيه يبقى فيه عشان يتكسر أو يتفتفت يبقى بضرب من طن الكيلو جرام بضرب فيه ألف تمام؟ يبقى ده أول نسبة أو لازم التحويل ده أكون عارفه كويس جدا عشان ما يحصلش عندي لغبطة في المعطيات طيب، تاني تحويل من التحويلات اللي عندي وحدات المساحة المساحة احنا قلنا هتبقى بالمتر أو بالسانتي أو بالملي متر طب أنا عندي متر كبير عايز أحوله لسانتي هو المتر فيه كم سانتي؟ برافو برافو وزي ما انت بتقول في مية يبقى أنا عشان أحوله هعمل عملية فيه هعمل عملية ضرب هضرب في كام؟ قال لي اضرب فيه مية تمام كده؟ نخش على التحويل اللي بعده سريعا برضه تحويل من سانتي يعني من كبير لصغير لملي اضرب في كام؟ قال لي اضرب في العملية دي هضرب فيه عشرة طيب التحويل التالت قال لي لو أنا عايز بقى أحول من صغير لكبير هعمل ايه؟ قال لي في العملية دي اسمه يعني عايز أحول من سوق لكيلو جرام من صغير إلى طن اقسم على ألف طيب بيقولي النهاردة أنا قلت أن أنا عندي جهد شد وعندي جهد ضغط وعندي كمان جهد قص جميع أنواع الجهد التمييز بتاحهم والقانون بتاحهم بيقول لي ايه؟ واو علىها يعني القوة المؤثرة على المساحة طيب النهاردة بقى هنبدأ درسنا اللي هو بيتكلم على جهد القص بيقول لي جهد القص قبل ما ادخل فيه لازم اكون عارف ان القص هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن قوة مزدوجة قوة يعني قوتين في اتجاهين متضدين واحدة من أعلى إلى أسفل والتانية من أسفل إلى أعلى قوتين متضدتين في الاتجاه ومتساويتين في المقدار هي القوة المزدوجة التي تعمل على فصل أو نزلاج جزيئات المعدة أنا مش فهم يا مستر أنا عايزك تبسط للعملية شوية أنا لما بقص باستخدام المقص العادي اللي بيحصل عندي سلاحين للمقص سلاح علوي وسلاح سفلي اللي اتنين تقريبا متساويين في القوة تمام؟ متضدين في الاتجاه نتيجة ضغط السلاحين بتوع المقص دولة اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انفصال في جزيئات المعدن وانعزال في الجزيئات فيتم فصل الجزيئات عن بعض فتتم عملية القص يبقى النهاردة هقدر اتكلم على جهد القص وقدر اقول ان جهد القص زي الشريحة اللي انا شايفها قدامي دي متأثر عليها أو مأثر عليها بقوةين قوة من أعلى إلى أسفل وقوة من أسفل إلى أعلى فبيقول ان جهد القص عبارة عن قوة مؤسرة على مساحة يعني زي جهد الشد وزي جهد الضغط اه زي جهد الضغط وجهد الشد بيساوي ايه؟ قال لي بيساوي القوة المؤسرة على المساحة المساحة يبقى عرفت ان جهد القص بيساوي برضو واو على حا يعني القوة على المساحة اللي موجودة عندي بيقول لي خلي بالك بقى انا ظهر عندي دلوقتي تحت بيقول لي حا هي مساحة مقطع المصمار لاني هتكلم في جهد القص الواقع على مصمار البرشام او على المصمار اللي مجمع لي قطعتين من المعدن او خصتين من المعدن فايه اللي هيحصل قال لي ان الجهد هنا او القوة اللي هتأثر هتكون مؤسرة على مقطع المصمار فجميع مقاطع المصمير او جسم المصمار هيكون استوامي فبيقول للنحا في جميع الاحوال للمصمير بتساوي ايه بتساوي مقطع المصمار يعني دايرة يعني بتساوي طهنق تربيع جاب لي رسمة زي ما انا شايف كده قدامي ادي خصتين يعني قطعتين من المعدن قطعتهم مستطيل متسبتين مع بعض باستخدام المصمار في الجزء الاولان اللي شايفه فوق ده في قوة بتشد لليمين والتانية بتشد للشمال في وصلة صنائية زي ما انا شايف او زي ما موجود قدامي تحت كده في وصلة صلاسية مكونة من ثلاث خوص في خصتين بيشدوا في اتجاه الشمال وفي خوصة بتشد في اتجاه اليمين مربوطين بمصمار برشام او مصمار الووز او صف من المصمير يبقى هنا جهد القص هيقع فين او هيقع على ايه اللي هيقع على قطاع المصمار اللي قدامي ده على القطاع اللي دين قدامي يعني هيقع على مساحة الدايرة اللي هو قطاع المصمار اللي موجود يبقى احنا شايفين هنا فيه في جزء الاولاني القوة الجزء التاني ناحية الشمال ظهرت القوة طبعا لازم يكون القوتين متساويتين عشان يحصل عندي اتزان وما يحصلش كسر او يحصل عندي خلل في مقطع المصمار كذلك الحال تحت طب يا مصر انت بتقول لي هنا ان انت عندك مصمار واحد او شد واحد ناحية اليمين وعندك ناحية التانية في قوة وكمان في قوة تحت قوتين قال لي اه ما هو لازم القوتين لناحية الشمال لازم يكون مجموعهم يساوي القوة لناحية اليمين عشان يحصل اتزان للجسم وثبت بيقول لي عندي مجموعة من الوصلات او مجموعة من الحالات لازم اكون عارفها كويس جدا اول حالة من حالات جهد القص الوقع على ومصامير البرشام هي حالة الاولى او الحالة البسيطة المكونة من ايه قال لي خوصة وفي ايها خوصة تانية مربوطة بمصمار برشام واحد ودي ابسط الحالات اللي موجودة عندي يعني انا مصمار البرشام اهو متسبت في المكان ده ودي الخوصة التانية متسبت عليه تماما تمام يبقى خوصتين متسبتين بمصمار برشام برشام واحد دي بسميها الحالة الأولى أو الوصلة البسيطة يبقى الوصلة البسيطة بتساوي إيه قال للوصلة البسيطة زي ما أنا شايف كده أدي خوصة وادي الخوصة التانية متسبتة معاها اللي ربطنا بينهم مصمار برشام واحد فقط لغير يبقى لو جي في المسألة وقال لي وصلة بسيطة أبقى عارف كويس جدا أن الوصلة البسيطة مكونة من إيه أيوة برافو سمعك مكونة من خسطين ومربوطة مصمار برشام واحد فقط طيب يا مستر ممكن تقول لي جهد القص بيساوي ايه في الحالة ديت قال لي بيساوي واو على حا طب حا مساحة الخوصة ولا مساحة المصمار هقولك لأ مساحة المصمار لان جهد القص واقع على المصمار هيبقى حا بتساوي ايه طه ناك تربيع يعني مساحة الدايرة زي ما احنا شايفين يبقى جهد القص بيساوي واو على حا وبأكد تاني ان حا هي مساحة مقطع المصمار في الحالة القدام تمام قال لي الوصلة النوع التاني او الوصلة التانية هي وصلة مكونة طب تعالوا نعد كده ادي واحد ادي اتنين يبقى مكونة من خسطين جميل طيب مربوطة بكم مصمار ادي مصمار ودي المصمار التاني ودي رأس المصمار ودي رأس المصمار التاني اللي متسبت يعني مصمار دين يا مستر قال لي لا هي وصلة مكونة من خسطين يبقى النوع التاني وصلة مكونة من خسطين مربوطة بعدد من مصامير البرشام يعني مش واحد بداية من اثنين تلاتة اربعة اي عدد من المصامير يبقى انا قلت اول حاجة الوصلة البسيطة هي وصلة مكونة من خسطين مربوطة بمصمار واحد يبقى في رأس السؤال لما نيجي نحل في التمارين لو قلت لك بوصلة بسيطة اوتوماتيك انت تبقى عارف الوصلة البسيطة مكونة من مصمار واحد يعني جهد القص في الحالة دي بيساوي واو علىها بس طيب الوصلة التانية قال للنوع التاني وصلة مكونة من خسطين طيب ما زي الاولانية قال لي لا لا خلي بالك دي مربوطة بعدد من مصامير البرشام يبقى ده الفرق ما بين الوصلة الاولى والوصلة التانية يبقى الوصلة التانية مكونة من خسطين مربوطة بعدد من مصامير البرشام القانون هيساوي ايه القانون هيساوي جهد القص بيساوي واو علىها في نون ايه نون دي بقى احنا عرفنا خاه ان المساحة وعرفنا ان واو هي القوة قال لها هي مساحة مقطع المصمار خلاص ماشي ما احنا عرفناها يا مستر طب ايه نون دي قال لنون دي عدد المصامير المستخدمة في الوصلة يبقى انا هيبقى عندي مجموعة من المعطيات هبدأ اعوض فيها واستخدم القواعد الرياضية اللي انا عرفتها في الحلقة اللي فاتت من خلالها قدر حل اجيب نون او اجيب واو او اجيب حا حسب المطلوب مني في المسألة بيأكد تاني ان نون هي عدد المصامير المستخدمة طيب الوصلة التالتة الوصلة التالتة عبارة عن ايه قال لي الوصلة التالتة يلا نعد كده ادي واحد تمام ادي اتنين ايه ده خوصة كمان ادي خوصة تالتة يعني اكتر من اتنين تلاتة اربعة خمسة عدد مستويات القصة عندي بيكونوا اكتر من اتنين طب مصامير البرشام ادي مصمار برشام ودي راس المصمار لما قفلناه من تحت ودي المصمار التاني ودي راس المصمار لما قفلناه من تحت ممكن دول يكونوا صف مصمير وراء بعض آه ممكن يكونوا عشر مصمير ممكن يكونوا ست مصمير بأي عدد يبقى أنا فهمت إيه؟ فهمت أن الوصلة المركبة أو الوصلة التالتة النوع التالت هي وصلة مكونة من خوصة اتنين تلاتة يبقى أكتر من اتنين مربوطة بعدد من مصامير البرشام كتير يبقى أنا عندي القانون بيقولي إيه؟ بيقولي إن جهد القص بيساوي واو على ها في نون في سين طيب كده عبل ما يظهر القانون هي واو هي إيه؟ قال للقوة المؤسرة تمام طب وحا قال لمساحة مقطع مساحة مقطع إيه؟ المصمار أو عتنسى إن حاهم مساحة مقطع المصمار ونون عدد المصامير المستخدمة عندي يبقى نون عدد المصامير عرفتها طب إيه سين دي؟ قال لي دي المستويات اللي موجودة أنت بتعد المستويات اللي موجودة وتنقص منها مستوى يعني لو الرسمة اللي قدامي دي تلات مستويات هقول هكتب سين بتسوي كام؟ بتسوي اتنين يبقى سين هي عدد المستويات اللي موجودة عندي ناقص واحد طيب بيقول لي تاني هنرجع مع بعض التلات وصلات الوصلة البسيطة مكونة من إيه؟ لا أنا متسامع قول كده كويس الوصلة البسيطة مكونة من واحد قال لي خسطين ومربوطا مصمار واحد خسطين مربوطا مصمار واحد طب جميل جدا طب الوصلة التانية اللي هي النوع التاني قال لي خسطين يا مستر برضو لكن المصامير المستخدمة هي اللي كتير طب النوع التالت قال لي أكتر من خسطين يعني ثلاث خواص اربع خواص وهكذا مربوطة بعدد من مصامير البرشام وبخلي بالي ان القانون بيقوم اكتف في سين يعني عدد المستويات وعدد المستويات المستخدمة بينقص منه او بيكون ناقص واحد طيب نشوفها تاني قال للوصلة البسيطة زي ما انا شايفها بتساوي جيم قاف بيساوي واه وعلى حا مساحة المصمار الوصلة التانية خسطين ومصامير كتير خسطين ومصامير كتير انا عايزك تحفظ عشان هبدأ حل تمرين وعايزك تبقى مركز من غير ما اقولك انا هستخدم القانون الاول ولا القانون التاني ولا القانون التالت اللي ظهر قدامي ده القانون التالت النوع التالت بيقول لي ان واو على حاف نون في سين اللي هي عدد المستويات ناقص واحد طيب يلا نشوف مع بعض مثال واحد اه نبص على مثال واحد كده بيقول لي ايه قال لي مثال واحد هنا بيقول لي وصلة مكونة من اربع وصلات وصلة مكونة من اربع وصلات يعني اربع وصلات على طول انا هروح القانون التالي دي كده اربع وصلات عندي يعني انا كده اوتوماتيك القانون التالي مربوطة بعدد من مصامير البرشام انا كمان عندي ده انا كمان عندي النون مجهولة انا كمان عندي النون او عدد المصامير غير معلوم نون غير معروفة طب تمام كتر المصمار اول معطى الدهوني قاف كتر المصمار بكام قال لي كتر المصمار باثنين واربعة من عشرة خلي بالك من التمييز سنتي والقوة المؤسرة على الوصلة الدني واو القوة واو بتساوي تلتمية اتنين وتمانين طن تمام والجهد المؤسر الدني كمان الجهد قال لي آه الجهد عندك هو الجهد المؤسرة على الوصلة كام قال لي ستة الاف ومية كام تمييزه ايه تمييزه قال لي سكل كيلو جرام لكل سنتيمتر تربيع اوجد عدد المصامير عايز نون اللي انا كتبتها في الاول وحبرتها بعد كده عايز عدد المصامير انا عرفت دلوقتي ان انا قدامي ايه قدامي قانون ينطبق عليه الحالة التالتة طيب يلا نشوف كده مع بعض اول حاجة وصلة مكونة من اربع وصلات مربوطة بعدد من مصامير البرشام كتر المصمار اتنين واربعة من عشر سنتيم والقوة المؤسرة على الوصلة تلات تلتمية اتنين وتمانين طن والجهد المؤسرة على الوصلة الوصلة ستلاف ومية كيلو جرام لكل سنتيمتر تربيع اوجد عدد المصامير اول خطوة بعرفها او بعملها زي ما تعلمت المرة اللي فاتت بطلع هامش الموطيات وبعرف القانون المستخدم هنا بيقول للوصلة كتير الوصلات او الخواص كتير تمام عدد المصامير كتير يعني هو بنوه على ايه بنوه ان انا هستخدم القانون ده هستخدم القانون التالت واو على حف نون في سين تماما عرفت خلاص وحفصت طيب نطلع الموطيات بيقول لي وصلة اتنين تلاتة رسمت الوصلة اللي قدامي اربع وصلات اربع وصلات لانه قال انهم اربعة مربوطة بعدد من المصامير يا مستر هترسم عدد المصامير ازاي وانت اصلا ما تعرفش عدد المصامير انا بتخيل معاك المسألة اللي مطلوبة مني هتكون ازاي ادي الموطيات كتبناها كتبنا القطر اتنين واربعة من عشرة كتبنا القوة اللي هي واو بتساوي تمانية وتلاتين واتنين من عشرة وقلت جهد القص ستة الاف ومية كيلو جرام لكل سنتي خدت بالك من حاجة اه خدت بال ان انا حولت القوة ضربتها في الف لاني مديني القوة بالطن ومديني الجهد القص بستة الاف ومية كيلو جرام لكل سنتي متر مربع انا قلت لك الحلقة اللي فاتت ان انت تخلي بالك ان الاتنين المتحدين مع بعض او المتحدين مع بعض دولا لازم احول المسألة ليهم يعني ايه انا ممكن احول للوحده اه ممكن احول الاتنين دولا اه مفيش مشكلة لكن الاسهل بالنسبة لي ان انا شطر على القوة بالطن وحولها للكيلو جرام لان دولا اتنين متحدين كيلو جرام مع سنتي يبقى المسألة تتحول ليهم يبقى ضربت في الف تلتمية اتنين وتمانين ضربتها في الف تلتمية اتنين وتمانين الف تمام طالب مني ايه طالب مني عدد المستويات عدد المصامير الموجودة وقال ان المستويات اللي موجودة دولا اربعة شلت منهم واحد بقى عدد المستويات كام قال لي عدد المستويات اللي عندك تلاتة يبقى عدد المستويات اللي موجودة عندي تلات مستويات اساسية زي ما احنا شايفين. طيب بيقول ان القانون اللي انا هستخدمه جهد القص بيساوي ايه? اللي بيساوي واو على حا في نون في سين. تمام حافظته. حا مساحة الدايرة او عتنسى ان مساحة الدايرة بتساوي طهنق تربية. انا هستخدم القطر بتاع المصمار هو اللي هستخدمه في المساحة. قال لي مساحة الدايرة وبأكر لك عليها اللي هي المصمار طهنق تربية. طب تعالوا نعوض اتنين وعشرين على سبعة في القطر اللي هو مدهوني. واحد واتنين من عشرة. لا اده القطر يا مصر اتنين واربعة. ما انا جبت نص القطر واحد واربعة واحد واتنين من عشرة سنتيمتر ايه مربع. ضربتها بالقالة سريعا اديتني اربعة ونص سنتيمتر ايه مربع. طب جميل. هنا هنبدأ نعوض في القانون. هو مديني في المعطيات. مديني جهد القص من ضمن المعطيات زي ما انا شايفه على الشاشة. فانا نزلته في مكانه تماما. طيب حلو قوي. هاجه عوض? قال لي طيب تمام. يبقى انا عندي تلتمية اتنين وتمانين الف. على المساحة اللي انا طلعتها اربعة ونص. في عدد المصامير اللي انا قلت عليها نون مجهولة. في تلاتة اللي هم التلات مستويات اللي موجودين عندي بعد ما طرحت منهم كان اربعة وطرحت منهم واحد. طيب هنعمل ايه? قال لي هضرب طرفين في وساطين او هعمل المقص. هضرب ستلاف ومية فاربعة ونص في تلاتة في نون. تمام كده? اهوم. اضربوا في بعضهم. وهضرب الرقم تلتمية اتنين وتمانين الف. هضربه في المقام اللي هو يعتبر واحد. الناتج عندي طلع ايه? تلتمية اتنين وتمانين الف. اتقسم على ناتج ناتج الضرب ستلاف ومية فاربعة ونص في تلاتة. طلع الرقم اتنين وتمانين الف تلتمية وخمسين نون. نون. تمام? انا قلت المرة اللي فاتت. خلي بالك لما يكون حاجة مضروبة في نون في سين في اي مجهول اسم عليها على طول. يبقى انا هاجي هنا اقول ايه? نون بتساوي ستة اربعة وستة من عشرة. اربعة وستة من عشرة هي في حاجة اسمها اربعة وستة من عشرة مصمار? اقول له لأ انا بقول للامان طالما اربعة وحتى لو واحد من مية او واحد من عشرة انا برجحها لاصلها واقول انها خمسة عشان ازود مصمار للتزبيت يديني عنصر امان في تزبيت الوصلة. يبقى عدد المصمير كانت طالع في الحل بتاعي اربعة وستة من عشرة لما جيت كتبته كتبت خمس مصمير للامان. يا مصدر الستة من عشرة هتقربت? لا. لو عندي حتى لو واحد من عشرة انا بزود مصمار للامان. طب جميل. مسال رقم اتنين. مسال رقم اتنين بيقول لي ايه? بيقول لي وصلة مكونة من ثلاث خوص. وصلة مكونة من ثلاث خوص. اربعة في واحد وتمانية سنتي. اثر عليها قوة مقدرها اربعة ونص تن. اوجد جهد الشد لكل عضو من اعضاء الوصلة. طب تعالوا نشوف كده المعطيات في الورقة. بيقول لي وصلة مكونة من ثلاث خوص. ثلاث خوص يعني دي الحالة الاولى ولا الحالة التانية ولا الحالة التالتة. انا عايزك تفكر. مديني ابعاد القطاع بتاعي اربعة في واحد وتمانية من عشرة سنتي. اثر عليها قوة مقدرها اربعة ونص تن. اوجد جهد الشد لكل عضو من اعضاء الوصلة. هو هنا ما طلبش مني. هو طلب مني جهد الشد. ما طلبش مني جهد القص خالص. هو اللي طلبوا مني هنا طلب جهد الشد لكل عضو. الوصلة مكونة من قد ايه? قال لي مكونة من ثلاث خوص. ادي خوصة ايه? ودي الخوصة التانية ايه? لازم ارسمهم كده. ودي الخوصة التالتة. القوة المؤسرة عندك كام? قال لي اربعة ونص. طب جميل. طب والناحية التانية. قال لي اتنين وخمسة وعشرين. طب ليه يا مستر? قال لي انا قلت في اول حلي. ان انا خلي بالي. او في اول الشرح التاعي. ان لازم القوة يمينا تساوي القوة يسارا. تمام. هي ناحية الشمال اربعة ونص. يبقى ناحية اليمين. لازم مجموع اللي اتنين يديني اربعة ونص. عشان يحصل التزين. فببدأ اشوف بقى الحل كده على الشاشة. بيقول لي خلي بالك. ان الوصلة دي مكونة واحد. اتنين. تلاتة. مكونة من تلات وصلات. تمام. مربوطة بكم مصمار? قال لي ملهاش علاقة خالص يا مستر. ده هو عايز جهد الشد عندك المؤثر على كل عضو من الاعضاء. ادي مصمار اتنين تلاتة اربعة او تلات مصامير او صف من المصامير. القوة زي ما انا رسمتها قدامي اربعة ونص. طب والناحية التانية. قال لي لازم اقسم الاربعة ونص على عدد المستويات اللي موجودة ناحية الشمال. عدد المستويات اللي موجودة اتنين خمسة وعشرين. واتنين خمسة وعشرين. لان هما اتنين اسمت على الاتنين. يبقى الناحية التانية برضو نفس الكلام اتنين وخمسة من مية. تمام. قال لي اول حاجة لازم اعرفها عايز اجيب مساحة المستطيل. ليه مساحة المستطيل? يا مستر انت قلتلي ان جهد القص بيساوي. واو على حالة بس انا بستخدم مساحة مقطع المصمار. اه. بس انا وعايز جهد الشد الواقع على الوصلة او على الخوصة. فاجيب مساحة الخوصة. لما يطلب جهد الشد الواقع على الخوصة اجيب مساحة الخوصة. والخوصة مستطيلة. يبقى مساحة المستطيل بتساوي ايه? قال للطول. مضروف في العرض. الطول اربعة في المعطيات. العرض بتاعي واحد وتمانية من عشرة. جميل. طلعي الناتج بالآلة سبعة واتنين من عشرة او عتنسى. او عتنسى التمييز سنتيمتر ايه? سنتيمتر مربع. تمام. بيقول لي بما انه لازم اكتب كده كويس جدا. القوة يمينا بتساوي القوة يسارا. طبقا لقانون اتزان الاجسام. لو الاجسام متزنة يا جماعة وما حصلش حركة. لو الجسم غير متزن. الجسم هيتحرك من مكانه وهيقع الكتلة المعدنية او الكبر اللي انا بركبه. فلازم يحصل اتزان. القوة اللي بتشد ناحية اليمين. لازم تساوي تماما القوة لناحية الشمال. عشان يحصل ثبات للجسم بمعنى تاني يحدث اتزان. يبقى بقوله بما ان الجسم ومتزن. فان القوة يمينا تساوي القوة يسارا. القوة لناحية اليمين. لازم تساوي القوة لناحية اليسار. قال للقوة عند الاف بتساوي القوة الشد عند به وجيم. يعني به وجيم لو اتجمعوا يدوني الاف لوحدهم. تمام. طيب. قال لي جهد الشد يمينا عند الاف. عند الاف بكام. قال للقوة المؤثرة عند الاف بتساوي. واو. على المساحة اللي انا جبتها ساحة المستطيل. جميل. الواوب كام? قال للواوب اربعة ونص. القوة اللي انا جبتها. القوة الكلية على بعضها. لان الف هي قوة واحدة مؤسرة. اما الناحية التانية هيبقى نص الاربعة ونص. يبقى قولت الاربعة ونص على سبعة واتنين من عشرة. اللي هي مساحة الخوصة اللي انا جبتها. تمام? الناتج عندي طلع كام? قال لي زي ما انا شايفها هو ادي خوصة. وادي تانية. عشان انا شفت ان انت توهت مني. تاني. ادي خوصة. والتانية. وادي مصامير البرشام المتسبتة معايا. ادي الطرف الف. وادي الطرف به. قال للقوة في المعطيات كام? عند الف. قال للقوة عند الف اربعة ونص زي ما بينا قدامي. نص الاربعة ونص على الاتنين. يعني هنا وهنا كام? قال لي اتنين خمسة وعشرين. طب والتانية اتنين خمسة وعشرين. فاسمت قيمة القوة الكلية. عشان انا قلت القوة جهة اليمين. عند الف. عند الطرف ده. مقدارها اربعة ونص قدامي هي بينا. يبقى سمت الاربعة ونص على المساحة الموجودة عندي اللي هي سبعة واتنين من عشرة. تمام? فطلعي الناتج عندي كام? قال لي ستة من عشرة. طن لكل سنتيمتر مربع. افكرك. الاربعة ونص كات بكام يا جماعة? قال لي بالطن. طب والسبعة واتنين من عشرة كات كام? قال لي تمييزها سنتيمتر مربع. فانا كتبت التمييزين وخدت علامة علا دي عملتها شرطة ميلة يعني الكل. يعني ستة من عشرة. طن لكل سنتيمتر تربيق. اه يبقى التمييز لازم مهم جدا ما انسهوش. عشان ما فقدش درجات في حلي للمسائل. طيب. تعالوا نشوف المسال التاني كده. هنا بيقول لي ايه? انا عندي خوصة اتنين تلاتة. تمام كده? وادي مصمار برشام. وادي تثبيت المصمار من اسفل. وادي المصمار التالي. تمام? وادي التثبيت بتاعي. حلو قوي. هنا الف وهنا بيه وهنا جيم. طيب يا مستر لو ادني مثال تاني كده وقال لي ان انت عندك قوة مقدارها عشرين. قوة مقدارها عشرين. بتأثر على الخوصة او على الوصلة اللي انت رسمتها لي على الشاشة دي. القوة العشرين دي هعمل فيها ايه? قال لي ناحية اليمين عند الف ده عضو الوحده موجود. او وصلة لوحدها موجودة. تمام. يبقى العشرين كلهم هيوصل هيقصروا عند الف. طب ونحية التانية طرفين. النحية التانية فيه اتنين بيشدوا. لازم الاتنين اللي بيشدوا دولا هنا في عشرين. يبقى الاتنين ناحية التانية بيساووا كام? عشرة? وعشرة. يبقى سمت العشرين ديت على الاتنين. طب يا مصدر هديك مثال تاني بوصلة تلات خوص. عندي الناحية دي تلاتين. وعندي الناحية التانية فيه تلات وصلات او تلات مستويات. على طول خلاص عرفت عندي عشرة وعشرة وعشرة ناحية الشمال. قصادهم من ناحية التانية فيه التلاتين بتشدهم. لان عندي واحدة فوق واحدة تحت يبقى السمتوم حسب العدد اللي موجود عندي. تمام. زي ما احنا شايفين كده. الداني الوصلة تاني بيأكد لي. بيقول لي ان جهد الشد يسارا عند به وجيم. عند به وجيم عندي القوة المؤثرة كام? قال لي اتنين خمسة وعشرين. ايه سمع على المساحة اللي انت طلعتها? اه سمع على المساحة. يبقى اتنين خمسة وعشرين. قيمة القوة مقسوم على اتنين لان انا عندي عضوين? مقسوم على المساحة اللي انا طلعتها اللي هي سبعة واثنين من عشرة. اضربها بالقالة كده سريعا? انا مستني تطلع الناتج? تمام. ادي الناتج تلاتة من عشرة. لو تلاحز انا طلعت جهد الشد في الحالة الاولانية عند الف بستة من عشرة اه هنا طلع بتلاتة من عشرة لان جهد الشد هنا برضو مقسوم زي ما القوة مقسومة على اتنين ومنساش اكتب التمييز بتاعي طن لكل سنتيمتر مربع جبت التمييز منين يا مستر جبت من المسألة نفسها التمييز كان عندي القوة اللي موجودة او المعطى عندي بالطن وكان موجود عندي التمييز بتاع المساحة بالسنتيمتر ايه تربيع طب تمام مثال تاني مثال تلاتة بيقول لي ايه قال لي مثال تلاتة بيقول لي يراد عمل وصلة في قطبان الحديد لاحدى الكباري وصلة في قطبان حديد بواسطة مصامير برشام اول حاجة قال لي عليها ان انا عندي مصامير برشام يعني انا عندي نون هنا بعدد كبير انا هسيبها كده بها التانى قطر كل منها 16 ملي قال لي ده قطر المصمار انا اديته لك قاف للمصمار كام 16 ملي متر بخلي بالي عشان التحويل فاذا علمت ان القوة المؤسرة الداني وو المؤسرة بتاعتي كام قال لي اربعة واربعة واربعين من مية سوكل طن تمام وجهد القص للمصمار الواحد عايز يعرفه بس عايزوا بايه عايزوا بالطن متر عايزوا بالطن متر تربية احسب عدد المصامير اللي موجودة عندي هبدأ اشوف المثال كده على على الشاشة بيقول لي يراد عمل وصلة في قطبان لسكك الحديد لاحدى الكبارين بواسطة مصامير برشام كتر كل منها 16 ملي اداني القطر بالملي فاذا علمت ان القوة المؤسرة اربعة واربعة واربعين من مية طن وجهد القص للمصمار الواحد كان تمانية على احضاشر اداني جهد القصة في المصمار للمصمار الواحد الدهون بواسطه مقام لا انت مش هتصعب عليها الدنيا الدنيا سهلة برضو انا عندي دلوقتي المعطى جهد القص بكام سكل طن لكل سنتيمتر ايه تربي عايز عدد المصامير زي ما قلتك يا ده انا عرفت على طول ان الوصلة اللي قدامي دي وصلة مزدوجة عرفت ان الحالة اللي قدامي هي الحالة التانية عدد الخاص اللي موجودة اتنين مربوطة بمصامير برشام كتير يبقى ازا جهد القص بيساوي واو على ه في نون يعني القوة المؤسرة على المساحة مضروبة في عدد المصامير اللي اصلا هي مجهولة انا عايز اجيبها طيب عود نفسك على حاجة مهمة جدا اول ما يدي لك معطى المفروض ان المعتى ده يطلبه في المسألة يعني هو في الوضع الطبيعي المفروض ان هو يطلب يطلب مني جهد القص لكن هو في المسألة هنا قال لي اتفضل جهد القص بتاعك كنته اهمة وجودة يبقى ده على طول مفتاح المسألة اللي هبدأ بيه يبقى انا طالما عرفت ان جهد القص ده بديتي يبقى هعرف اطلع منه الموجود طيب طيب تكن شوفوا المعطيات تمام قال لي المعطيات بتاعتيه جهد القص بيساوي القانون اللي احنا قلنا الحالة التانية واو على ه في نون واو على ه في نون جميل هبدأ عوض اول حاجة انا مش عندي مش موجود عندي المساحة فلازم اجيب المساحة بتاعت الدايرة مساحة القطاع اللي قدامي وبينتلك ان طه ب22 على 7 يبقى انا بعوض اول حاجة لان القانون كده جهد القص موجود الواو موجودة نون عدد المصامر مش موجودة المساحة اقدر اجيبها بعد ما عوض بقيمة القطر اللي هو الدهوني جميل يبقى مساحة الدايرة بتساوي مساحة المصمار 22 على 7 في 2.8 من 10 بتساوي 2 سنتيمتر ايه مربع جبت كده المساحة اللي موجودة عندي عوض في قيمة جهد القص بتمانية على 11 دي مديهاني في المعطيات اللي موجودة عندي مديني الواو ب44 من ضمن المعطيات اللي موجودة في المسألة جبت المساحة انا باتنين المساحة اللي هي دي عوضت بها في قيمة ها هبدأ اعمل طرفين في وسطين يعني هضرب التمانية في الاتنين نون وهضرب ال11 في ال44 من مية المقص اللي احنا بنعمله العادي يبقى انا تمانية في اتنين بستاشر نون يبقى كده ظهرت عندي الحل اهو ستاشر نون تمانية في اتنين بستاشر نون 11 في اربعة واربعة واربعين بالقالة على طول طلعت تمانية واربعين وتمانية من عشرة جميل قلت لك المرة اللي فاتت خلي بالك ان مضروب في مجهول يعني الرقم ستاشر لما اضربه في اي مجهول زي النون على طول تقيل يقع تحت مضروب في مجهول مقام يبقى مضروب في مجهول مقام اه يبقى انا هائسم الثمانية واربعين وتمانية من عشرة ه ocupمها على الستاشر هيدي ي عدد المصامير ايه دا تلاتة واحد من عشرة اه ما انا قلت لك لو عندك واحد من عشرة عندك اتنين من عشرة بصححها لأقرب رقم صحيح عشان ما فيش حاجة اسمها مصمار وحتة مصمار وتلاتة من عشرة مصمار واحد من لك تلاتة واحد من عشرة يعني عدد المصامير المستخدمة كم مصمار آه ظهر على الشاشة أربع مصامير مستخدمة عندي تماما يبقى عدد المصامير المستخدم كام أربع مصامير طب تيجي نشوف مثال تاني تعالوا نشوف المثال الرابع مثال أربعة بيقول لي وصلة بسيطة وصلة بسيطة ده بيوضح للدنيا قوي بقى وصلة بسيطة يعني الحالة الأولانية آه يعني الحالة الأولانية مكونة من جزئين ده انت بتأكد للمعلومة كمان يعني وصلة بسيطة ومكونة من جزئين آه عليها قوة مقدرها اداني قيمة الواو يبقى الوصلة البسيطة اللي قدامي دي وصلة عاملك يد أهيه مكونة من جزئين تمام رسمتها عليها قوة مقدرها اللي واو بتساوي أربعين طن جميل وجهد القص اداني جهد القص آه يا مصر أنا فاكر كويس جدا انت قلتلي أول ما يديني حاجة المطلوب يطلبها أو المطلوب ناتب الحل بتاع المسألة أعرف ان ده المفتاح قال لي جهد القص اربعة ونص طن لكل سنتيمتر مربع تمام أيوة أنا خدت بالي طن طن تمام عايز ايه عايز مساحة مقطع المصمار عايز مساحة المقطع بتاعت المصمار هي الوصلة دي وصلة من نوع الاولاني ولا من نوع التاني ولا من نوع التالت ما هو قال لك في البداية قال لك في بداية الكلام قال لك وصلة بسيطة وضح لك الكلام وكمان قال لك ايه مكونة من جزئين يعني خلي بالك ده أنا مش هتوهك ده مثال مباشر على طول ادى لك الوصلة بسيطة ومكونة من جزئين يبقى القانون اللي أنا هستخدمه ايه يبقى على طول هعرف الحالة اللي قدامي اهيه وصلة بسيطة مكونة من جزئين عليها قوة مقدارها ربعين طن وجهد القص برضو بالطن جهد القص اربعة ونص طن لكل سنتيمتر سألت نفس السؤال عشان كده سكت هي المسألة دي محتاجة تحويل ولا لأ طن وطن مفيش مشكلة بالنسبة لي انا مش محتاجة تحويل ايو جد مساحة مقطع المصمار اذا كانت مربوطة بمصمار واحد ده انت بتقول لي الحالة الاولانية ده انت بتقول لي وصلة بسيطة يعني القانون بتحها معروف كويس جدا القانون بيقول لي ايه ادي الوصلة مكونة من عضوين او وصلتين مربوطة بمصمار برشام واحد تمام قال لي القوة المؤسرة اربعة ونص ناحية اليمين واربعة ونص ناحية الشمال ماشي ما هو في التزان جميل هنا بيقول لي الواو باربعين سوكلتين جهد القص باربعة ونص سوكلتين لكل سانت تربيع المساحة مطلوبة على طول ظهر القانون انا عايز القانون ده زي ما ظهر على الشاشة كده لوحده انا عايزه يظهر في مخك على طول وتبدأ تعود في المسألة يبقى جهد القص بتاعي الحالة الاولى بيساوي واو علحة يا مستر ده مش ميديني ابعاد الخوص انا مش عايز الخوصة ده جهد القص واقع على واقع على المصمار يعني انا عايز مساحة مقطع المصمار ومساحة مقطع المصمار عبارة عن ايه عبارة عن دايرة جميل طيب يلا نعوض واو باربعين جهد القص اربعة ونص سوكلتين والمساحة موجودة جهد القص بيساوي ايه انا مش هزهره قول لي كده واو علحة برافو عليك واو علحة ظهر جهد القص ازا ما احنا شايفين واو علحة واو تاني بأكد وفكر لسه شايف الحلقة دلوقتي ان هو بتساوي القوة المؤسرة وحا هي المساحة هجيب طبعا المساحة لان المساحة مجهولة طب جميل يا مستر انت عوضت على طول قلت اربعين على حا بتساوي اه من عندي مقدرش اجيب المساحة لان هو مش مديني قطر مش مديني اي معلومة للمساحة انا اصلا مطلوب مني حتى اعمل لك علامة استفهام انا مطلوب مني اصلا المساحة فمش اعرف اجيب طهنق تربيع لان انا عايز المساحة على بعضها كقيمة انا ممكن اطلوب في المسألة دي اوجد لي القطر اوجد لي قطر المصمار بعد ما اجيب المساحة اقدر اطلع منها قطر المصمار فقال لي ان جهد القص عوضت بقيمته اربعة ونص تمام تحتيه اهو يساوي تحتيه يساوي وقلت ان الاربعين الاربعين قيمة القوة على الحا ايوة سمعك اضرب بقى هضرب ايه في ايه هضرب الاربعة ونص في الاربعين غلط ماينفعش لأ انا بضرب طرفين في وسطين او المقص بتاعي يعني الاربعة ونص هتتضرف في المساحة المجهولة والاربعين هتتضرف في المقام اللي هو يعتبر واحد يبقى انا عندي الناتج طلع ايه اربعة ونص صحة تمام بيساوي اربعين تمام انا قلت قبل كده وفكرك تاني مضروف في مجهول مقام يبقى انا هقسم ايه هخلي الاربعين بسط وخلي الاربعة ونص تحت لانها مضروبة في المساحة اللي هي اصلا مجهولة يعني مضروف في مجهولتي ايه اللي هيوقع تحت يبقى الاربعة ونص توقع تحت واصبح البسط بتاعي كام أربعين على اربعة ونص اصبحت المساحة اللي موجودة عندي بتساوي ايه تمانية وتسعة من عشرة صح لا لسه استنى اكتب التمييز المستخدم اجيب التمييز منين يا مستر اجيب التمييز منين دمساحة يعني بالمتر ولا بالسانتي ما هو مديلك المعطيات اهي مديلك جهد القص بايه بالسانتي متر تربيع يعني انت لازم تجيب لي المساحة بالسانتي متر تربيع يبقى بأكد تاني اخلي بالي من التمييز بتاع اي مسألة من المسائل عشان اقدر ان انا احل المسألة وادر اجيب الفول مارك او اجيب الدرجة النهائية في حساب الانشآت لان دي مش صعبة ان انا احققها او ان انا احصلها طب جميل تعالوا نشوف مثال تاني كده مثال خمسة مثال خمسة بيقول لي ايه وصلة صنائية وصلة صنائية يعني انا كده الاحتمال عندي يا الحالة الاولى يا الحالة التانية طب نشوف بقية الموطيات قال لي وصلة صنائية ماشي انا معاك قطاعها مستطيل طوله 15 سنتي مدين الطول بتاع القطاع 15 ومديني عرض القطاع 3 والتمييز بتاعه سنتي مبرشمة بعدد 6 مصامير الست مصامير دي دخلتني في حالة تانية خالص قطر المصمار الواحد اداني قطر المصمار كام اتنين وتمانية من عشرة سنتي اثرت عليه قوة مقدارها 150 سقل كيلو جرام يعني هنا الوصلة وصلة صنائية مديني الوصلة القطاع بتاعها مستطيل ادي مستطيل اهو تمام كم في كام قال لي 15 في 3 والتمييز اوعة انساء سنتي مبرشمة بعدد 6 مصامير رمز المصمار ايه لان عايزك تقول لي نون قال لي نون بيساوي 6 مصامير 6 مصامير قطر المصمار الواحد قاف ابين القاف من النون بكام قال لي 2.8 من عشرة تمييزك ايه قال لي سنتي وبعد نقل القوة المؤثرة عليها واو بتساوي 150 التمييز ايه سكل كيلو جرام طب كده بص على المسألة سنتي سنتي سكل كيلو جرام جميل يعني المسألة كده محتاجة تحويل ولا مش محتاجة ده عايز مني طلبين طلب مني اول طلب عايز جهد القص للمصمار يعني جهد القص الواقع على المصمار يعني في الحالة دي هجيب مساحة ايه هجيب مساحة المصمار يبقى جهد القص الواقع على المصمار لازم يجيب حه للمصمار يبقى هناك كده مهم جدا لازم يجيب حه للمصمار الكلام اللي انا بشغبطه ده ده اللي انا بفكر فيه عشان اقدر ان انا حل المسألة وطلب مني ايه تاني طلب جهد الضغط الواقع على الخوصة او جهد الضغط للخوصة اه انا افتكرت انت قلتلي ان جهد الضغط لو واقع على الخوصة يبقى انا بجيب مساحة الخوصة وجهد القص الواقع على المصمار هجيب مساحة المصمار عشان كده هو الدني في المعطيات ايه الدني القطر والدني كمان أبعاد القطاع بتاعي عشان أجيب مساحتين أنا دلوقتي عايز مساحة الخوصة عشان أجيب جهد الضغط الواقع عليها وعايز مساحة المصمار عشان أجيب جهد القص الواقع عليها طب تعالوا نشوف كده مثال خمسة تاني بيقول لي إيه وصلة صنائية قطاعها مستطيل طوله 15 سنتي وعرضه 3 سنتي دي أبعاد القطاع مبرشمة بست مصامير برشام يعني نون ستة كتر المصمار الواحد اتنين وتمانية من عشرة سنتي أثرت عليها قوة مقدارها 150 سوكل كيلو جرام كتب لي باللصفر اوجد جهد القص لمادة المصمار وجهد الضغط للخوصة على طول أم تراسم المسألة هدي الوصلة بتاعتي هاي هدي المصمار الأولاني وهدي تثبيته تمام القوة المؤثرة عندي كام 150 ناحية اليمين و150 ناحية الشمال ماشي أوكي خلاص تمام إذا يا مستر انت قلت لي ست مصمير ورسمت مصمارين أدي مصمار واتنين قال لي قامت تتخلي بالك أن هما ممكن يكونوا عدد من المصمير أو صف من المصمير مرسوم ورا بعضه في المسقط الرأسي يعني أنا لما بص عليه كده ألاقيهم ست مصمير طب تكون بص عليها في الأفقي أهية أدي الخوصة الأولانية واد الخوصة التانية فوقها تماما ادي المصمار الأول تمام واد المصمار التاني دول اللي كانوا بينين عندي واد مصمار كمان مستخب وراه واد مصمار كمان مستخب وراه بأربعة طي فيه تاني قال لي آه ادي كده خمسة واد السادس هو قال لي ان انت عندك ست مصمير يعني انا يا مستر مش لازم ارسم العدد المصامير اللي قال لي عليه لا انا برسم مجرد بس شكل يوضح لي ازاي اقدر احل المسألة او اطلع الناتج المطلوب مني يبقى عرفت دلوقتي ان الخصة اللي قدامي ديت او الوصلة اللي قدامي دي مكونة من عضوين او من وصلتين مربوطة بعدد من المصامير البرشام حالة واحد حالة اثنين حالة تلاتة حالة انيحالة اللي دي الحالة التانية يعني وصلة مكونة من خسطين مربوطة بعدد من مصامير البرشام جميل هنبدأ نطلع المؤطيات الطول 15 العرض 3 عدد المصامير المستخدم 6 مصامير القطر بتاع المصمار 2.8 من 10 سنتين القوة المؤثرة 150 طلب مني طلبين أساسيين جهد القص وطلب مني جهد الضغط قلت لك وفكرتك أن جهد القص واقع على المصمار وجهد الضغط واقع على الخوصة نفسها يبقى أنا دلوقتي محتاج أعرف الحالة اللي أنا تابع ليها أم تظهر الحالة قدامي أنا عايز مخك بنفس الطريقة أول ما تعرف المواصفات بتاعت المسألة تعرف هي تابع لأني قانون من القوانين الثلاثة اللي أنا قلتهم يبقى قلت وصلة النوع الثاني مكونة من خسطين ومجموعة من المصامير جهد القص في الحالة ديت جهد القص بيساوي ووعلها في نون ونون هي عدد المصامير المستخدمة عندي تمام هجيب مساحة الخوصة قال لي مساحة الخوصة بتساوي إيه مساحة الخوصة مساحة مستطيل مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض جميل أنا حافظ القوانين من المرة اللي فاتت ولازم أكد عليها عشان أكون عارفها كويس جدا لأنها تستمر معايا لحد يمكن الباب التالت تماما طيب يبقى مساحة الخوصة بتساوي الطول في العرض الطول عندي مدهوني في المعطيات خمستاشر والعرض مدهوني تلاتة سنتيم يبقى خمستاشر في تلاتة بتساوي خمسة واربعين ما تنساش التمييز سنتيمت مربع يبقى أول حاجة جبتها جبت مساحة الخوصة هجب مساحة مقطع المصمار عشان أستخدمها برضو في جهد القص ما أنا قلت إن جهد القص واقع على المصمار يبقى مساحة المصمار وجهد الشد واقع على الخوصة يبقى مساحة الخوصة جبت مساحة المصمار يعني مساحة دايرة طه بكام قال لي في المعطيات اتنين وعشرين على سبعة واللي قال لي تلاتة واربعتاشر هي اتنين وعشرين على سبعة فكتبت اتنين وعشرين على سبعة في نص القطر هو مديني القطر اتنين وتمانية فجبت نص القطر واحد واربعة من عشر سنتيمتر تربيع فطلع النتجة عندي ستة وستاشر طيب هاجة عوض في جهد القص هستخدم أني مساحة فيهم في جهد القص هستخدم مساحة الدايرة اللي قدامي يبقى جهد القص بيساوي واو على الحاة في نون عدد المصامير المستخدم عندي عدد المصامير المستخدم عندي ده معلوم أو معروف تمام القوة المؤثرة هو مدهني في المعطيات مية وخمسين المساحة اللي أنا طلعتها قدامك فوقها هي ستة وستاشر في عدد المصامير الدهاني اللي هما كام ستة خلاص بالقالة الحزبة هقسم الناتج المية وخمسين على ستة وستاشر في ستة طلع النتجة على طول جهد القص بيساوي كام اللي بيساوي بالقالة اربعة وواحد من عشرة منساش التمييز بأكد عليه كل مرة سكل كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع تربيع عايز بقية المسألة عايز جهد الضغط هستخدم فيه مساحة الخوصة اللي أنا جبتها بيساوي خمسة واربعين تمام؟ طيب نشوف قال لي جهد الضغط بيساوي واو على حا الواو الأساسية المؤثرة في المسألة هي مية وخمسين الحاوة اللي موجودة عندي خمسة واربعين جميل طيب هقسمهم بالقالة مية وخمسين على خمسة واربعين طلعت تلاتة وثلاتة وتلاتين من مية سكل كيلو جرام لأن المية وخمسين بالسكل كيلو جرام والخمسة واربعين طلعت بالسنتيمتر تربيع فطلعت بالسنتيمتر تربيع يبقى أنا النهاردة عرفت كده أن جهد القص بتاعي أن جهد القص ليه عدة أنواع مختلفة جهد القص عندي ممكن يقع على الخوصة فبجيب مساحة الخوصة وممكن اعتبره جهد شد أو جهد ضغط حسب المعطل اللي موجود عندي عرفت أن أنا عندي ثلاث حالات أساسية لجهد القص الحالة الأولانية بتقول ايه وصلة بسيطة مكونة من عضوين مربوطة من مصمار برشام واحد القانون كان بيقول لي ايه كان بيقول لي أن جهد القص بيساوي واو على حه بس وبستخدم حهم ساحة مقطع المصمار الحالة التانية كانت عبارة عن ايه قال لي عندي خسطين برضو يا مستر تمام برافو مربوطين بعدد من مصامير البرشام جميل جدا يبقى في الحالة دي بقول جهد القص كان بيساوي ايه قال لي بيساوي واو على حه في نون اللي هي عدد المصامير اللي أصبح زيادة أو إضافي عندي بواو على حه في نون تمام دي الحالة رقم اتنين الحالة رقم تلاتة اللي أنا كنت بستخدم فيها خوص كتير مصامير كتير اللي أنا كنت بقول عليها الحالة أنا بقول عليها مجازاتا يعني حالة مركبة خوص كتير ومصامير كتير جهد القص هيساوي ايه اللي بيساوي واو علحة في نون في سين خلي بيالك ان سين هي عدد المستويات ناقص واحد لازم اقول ملخوضة مهمة جدا في السين في بعض المسائل هقولها في المراجعات احيانا بيطلب مني السين هي المطلوبة في المسألة يعني عايز عدد المستويات يبقى انا لو طلع عندي عدد المستويات في المسألة اربعة يبقى زود عليهم واحد يبقى انا كده عرفت كويس جدا ان جهد القص بينقسم لتلات حالات وقدرت ان انا اجمع الدرس ده واخد عليه بعض التمارين لازم يكون الطالب متجاوب معانا ولو في اي اسئلة يبدأ يوجهننا عن طريق القناة بتاعتنا واشكركم واتمنى لكم مشاهدة جيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته